السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 22 تشرين الثاني نوفمبر وبما انه توقعاتنا ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر اليوم موجود في برج الاسد لغاية الساعة 11 مساء بتوقيت جرينتش بعدها بده ينتقل لبرج العذراء ورح يظل موجود بالعذراء حتى ظهر يوم الاثنين يعني الساعة 11 و19 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش القمر الآن موجود في منزلة الزفرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 6 و16 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من صباح اليوم الجمعة لينتقل القمر بعدها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات القمر بما أنه موجود في برج الأسد اليوم لغاية ساعات المساء معناته بظل الناس من حولنا في هذا الوقت أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع حبيبك يمكنك التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء الاستفسارات والنصائح بشكل صحيح وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أحبائك أو أبنائك ويمكننا أن نقترض المال من استثمر ومنشتري المجوهرات الثمينة ومنكون جارئين ومنرتدي الملابس الأنيقة وبنهتم بمظهرنا الخارج اللي بيلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة 12 و20 دقيقة فجرا يعني بعد منتصف الليل والقميص على الجمعة منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني بتمنحنا العطف والمودة نحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية رح يكون الساعة ستة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتقوى من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبصير عندنا ثقة بالنفس وبنتألق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين الزهرة وبين زحل هذه الزاوية لها تقريب الخمس أيام ومستمرة خمس أيام قادمة اليوم ذروتها ساعة 11.54 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش مناسبة للاستقرار بالعلاقات العاطفية وبتضمن لك إخلاص محبوبك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون الساعة 11.14 دقيقة بعد الظهور بتوقيت جرينتش تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحل استعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر عن دين غريبين الأطوار وممكن تعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن أنها تعرضنا للفراق بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة 11.14 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 11 مساء بتوقيت جرينتش هذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11 مساء بتوقيت جرينتش بنتقل القمر وبيستقر في برج العدراء عشان هيك منعود لطبيعتنا الجادة ومنه لمزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو بدء نظام غذائي أو تمارين رياضي بتساعدنا في الحفاظ على وزننا نذهب للعمل بحيوية ومنركز في جميع التفاصيل ومندقق بكل شيء ومنكون منظمين جدا الناس نادرا أنهم يقدموا الدعم المالي أو العاطفي في هذه الفترة لأن العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر احذروا من الوهم والوسواس في هذه الفترة هذه الفترة أفضل وقت للتخلص من عادات سيئة كالتدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات يمكننا الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وبإمكان تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها اليوم إلا إذا كانت اضطرارية عند القلب، الشريان الأورطي، دورة دموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب والعمود الفقري والظهر والجانبان أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم ما قبل خلو المسار أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن ما قبل خلو المسار طبعا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية ولكن بالليزر قبل خلو المسار يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج العذراء خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين بيبدأ الساعة خمسة وأربعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة أحداش وتسعة عشر دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم المربع عمر واحد وعشرين يوم الآن الساعة التسعة ودقيقة مساء بتوقيت جرينج منبدأ باليوم الاثنين وعشرين نسبة الإضاءة واحد وخمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اتناش سعيد الآن بنسبة خمسة وأربعين في المية ساعة الصباح سعيدة بنسبة خمستевич في المية القمر في الأسد ورح ينتقل للعذرة نهاية اليوم رح يظل بالعذرة ليوم 25.11 سعيد الآن بنسبة ثلاثين في المية ساعة الظهر سعيد بنسبة خمستاش في المية ساعات المساء منتحس بنسبة 10% عطارة في القوس حتى يوم 26-11 منتحس بنسبة 40% الزهرة في الجدي حتى يوم 7-12 سعيد بنسبة 30% المريخ في الأسد حتى يوم 6-12 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت حتى يوم 25-25 سعيد بنسبة 15% قرانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% عبلوتو في الدلو حتى يوم 4-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر فترة مثمرة إيجابية بتستعيد شراختك بتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات ممارسة الهوايات التقرب من الأحبة وباستطعتك المبادرة بكل شيء لأنها الظروف ملائمة لكل شيء برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو عطل منزلي أو حدث عائلي أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار تتمتع اليوم بسرعة بديهة عالية جدا وباستطاعتك مناقشة كل الأمور الصعبة والغير صعبة وتطرح أفكار جديدة وتقنع الغير بوجهة نظرك وممكن تحصل على فرصة جديدة تفسر من خلالها مواقفك أو مشاعرك وبتنشطه بالتنقلات والاتصالات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالجوا استحقاق مالي أهم شيء أنه ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل تققوا بالتفاصيل واستشيروا أهل الإختصاص بتطمئن شوي من بعض الأمور وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء أنك تتفائل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتبدأ اليوم فترة أفضل من الأيام الماضية كمان أكثر فأكثر بتعيد لكم نشاطكم المفقود أكثر فأكثر وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الإجتماعي اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة وتكون واقعي في حل الأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح جيد برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المساء حاول اليوم تنظيم أمورك والمحافظة على صبرك المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير بشكل روتيني ممكن تتذمر من تأخير أو صوت فاهم أو التباس حاذر من البدء بأي شيء جديد وما تسمح للقلق إنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل حاول تعمل زي ما حكينا بشكل روتيني وأجل كل عمالك الضرورية والمهمة لغاية يوم الغد برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا لأصدقاء اليوم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة ومناسبة سعيدة وحاول إنك تطلب المساعدة من الآخرين وما تتردد بدقديم المساعدة في نوع من أنواع التحالف ما بينك وبين محيطك زملائك أصدقائك جيرانك أهم شيء أنه ما تبقى وحيد وحاول إنك تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل يوم الغد برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب بيظل اليوم تركيزكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وأيضاً بإمكانك تعزيز العلاقة ما بينك وبين المسؤولين عنك قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض الضغوط اللي تتعلق بالعائلة أو الشخصية أو شيء يتعلق بالسمعة المطلوب إنك إنك تكون هادئ جداً صحيح إنها فترة صعبة ولكن بإمكانك تجاوزها برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة والتنقلات وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة ورشة عمل أو تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو التعامل مع الأجانب بتلتقي بوجوه وراء وثقافات مختلفة اليوم أجواء لطيفة جداً مع المستوى العاطفي على المستوى النفسي على المستوى العملي عشان هيك عزز العلاقات الاجتماعية والعائلية لإنها فترة مثمرة على جميع الأصعي ديه برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب يجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر في أي شراكة مالية جديدة وحاول أنك تستشير أهل الاختصاص وانتبه من النصابين والمحتالين ما بناسبك أيضاً اليوم إطالة الخلاف والزعل بل سارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم القمر ما زال موجود مقابلك فهذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وأيضاً تعزيز العلاقة مع الشركاء سواء مع الأزواج مع الزوجات أو ما بينك وبين شركاء المال أهم شأنك ما تنفعله حول الإضاءة على الإيجابيات وما بينفعك اليوم لا التوتر ولا الجدال بدك تكون هادئ الأعصاب عالج التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرع في اتخاذ القرارات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً اليوم بيبدأ العمل بتراكم لديكم أكثر فأكثر لأن القمر باتجاه مقابلتكم حاول أنك تنجز فقط ما بوسعك من عمل دون المبالغة في ذلك انتبه لغذائك وراحتك لا تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم ركز على الأعمال الضرورية والمهمة وتممها اليوم كون أكثر تنظيماً أحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي هذا أهم شيء لأن طاقتك بتبلش تنزل شوي شوي مع اقتراب ساعات المساء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة